طيب احنا عندنا موضوع مهم جدا جدا عايزين الحياة نتكلم فيه قبل ما نروح لتريسي جي النهاردة كان فيه مباراة مهمة جدا ما بين الاهل والزمالك انا عايزة حضركم تسمعوا الموضوع من بدايته علشان نعرف يعني قبل ما ندخل يعني كان فيه ايه والمفروض ايه المفروض يعني يتم التعامل فيه بعد كده النهاردة كان فيه مباراة مهمة جدا جدا للاهل والزمالك زي ما قلنا دي الجولة التسعة ودي الجولة الاخيرة من المرحلة النهائية لدور الجمهورية للشباب وفز الأهلي في المباراة دي اتنين واحد مرحلة النهائية دي بشكل عام في دور الجمهورية بتضم الى جانب الأهلي تمام فرق اسماعيلي الزمالك الانتاج الحربي سموحة المقولين العرب وبيراميدز والسيراميكا كيليو باترا وأنبي بالفوز ده الأهلي بيرفع رصيده لخمستاشر نقطة وعدد النقاط دي بتساوى فيها مع الزمالك ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده أو اللي حصل بعد الماتش تحديدا أنه لعبت الأهلي بطبيعة الحال كانوا بيحتفلوا بأنهم أبطال الدوري لعبت الزمالك كمان كانوا بيحتفلوا طب مين البطل يا أخواننا هن؟ وفقا لللي قاله المتحدث الرسمي للتحاد الكورة المصري الأستاذ أسامة اسماعيل فالأهلي هو البطل وقال رئيسة المنظومة الإعلامية في اتحاد الكورة الفيس الفحاس ملقب الشباب ما بين الأهلي والزمالك هو المواجهات المباشرة مش فارق الأهداف بس اللي بيصب في صالح الأهلي لذلك الأهلي هو بطل الدوري دوري الجمهورية الزمالك مشي على ليحد الأدوار التمهدية للبطولة التي لا يعمل بها في الأدوار النهائية وقال هو البطل وفقا لفرق الأهداف يعني شو همين لموضوع الحقيقة يعني رايح فين وبالتالي احتفلوا في قودة اللبس الخاصة بيهم طبعا اتحاد الكورة بقى اسهم يعني هنا دوره انه لازم يحط ليحة شملة متكملة فيها الحيثيات كلها ان فرقين بيتعادلوا في النقاط يعني هو ما كانش يعني حاط الدوة في الحزبين ازاي يعني هو ازاي ما يعني لازم كل نقطة لازم تكون محسوبة اتحاد الكورة هي دي مهمته بينظم مسابقة وبيحط ليحة كملة واضحة للجميع لازم تكون بينة لكن ما ياخدش بباله انه اه في نهاية الموسم ممكن يكون فريقين متسويين في النقاط فده شيء طبعا اعتقد فيه يعني فيها دروب فيها تقصير على المستوى الاداري القرار يمكن تلع قرار رسمي من شوية انه هيكون في مباراة فصلة ما بين الفريقين والتحاد الكورة قال ان حددت ادارة المسابقات بالاتحاد المصري لكورة القدم التاسعة والنصف مساء الثلاثة اللي جاي يوم عشرين ابريل موعد لمباراة فاصلة بين فريق الاهلي والزمالك بملعب السكة الحديد لتحديد بطل الجمهورية مواليد تسعة وتسعين كان اتحاد الكورة طبعا لكورة القدم قرر استكمال مسابقات الجمهورية المواليد تسعة وتسعين وعالفين واحد في مرحلتها التانية من دور واحد مع قرار استئناف بطولة النشئين او الابريل الحالي تماشين طبعا مع قرار لجنة الازمات بمجلس الوزراء مع اقامة مباراة فاصلة في حال التساوي فريقين في عدد النقاط يعني هو ده اللي بتكلم عليه انت لازم تحط ليحة مفصلة بالكامل طب لو هو فيه وقع لكلامك على اتحاد الكورة لو فيه مباراة فاصلة في حال التساوي فرقتين فمش عارفين الفرق المتنافسة ليه وتحط عملية التخبط دليل لازم يا جماعة تكون الليحة واضحة وصريحة تمام اصبونا بقى من كل اللي بتكلم عليه ده يعني كل ده على جنب اداريات بتكلم على مواعيب بتكلم على اهداف كل ده خليه على جنب لكن فيه موقف يعني استوقفني بشكل غريب وبشكل مستفز طبعا امام عشور لعب نادي الزمالك امام عشور كان بيشارك في المباراة بعد المباراة يعني زي ما قالت سهام لعبت الزمالك بتحتفل بفوزة في الدوري لان يمكن الليحة كانت او فهموها غلط او اللي وصلوهم كده لكن اللي يمكن اثار غضب ناس كتيرة جدا جدا ما فعلوه امام عشور عمل ايه امام عشور لاعب نادي الزمالك وكان بيلعب ولسه ولد صغير ومنتخب الالومبي تضمن مع الفرقته واشتيمة في النادي الاهلي واشتيمة في جماهير النادي الاهلي وكل ما يعني يعني انا حتى يعني مكسوف وانا بتكلم ان فيه لاعب ناشئ لسه عنده واحد وعشرين سنة ويحط نفسه في هذا الموقف ايكون هذه اخلاقياته طب الاخلاقيات دي يتبناء على ايه انت دلوقتي لعيب ربنا قرمك بتلعب في الفريق الاول منتخب مصر الالومبي لعيب بيقول انه لعيب واعد مستوى جيد لكن انك تكون بهذا يعني عدم وجود اخلاق رياضية وتكون بهذا اسف اللبز قلت الادب اللي تقالت على النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ولعبة النادي الاهلي في غرف ملابس خلع الملابس لنادي الزمالك ده شيء اعتقد شيء صعب جدا ولازم اكيد اتحاد القرى لازم يكون عنده موقف صارم من هذا من هذا التعامل غير الاخلاق وغير الرياضي من هذا اللاعب وخلينا نتكلم انت دلوقتي لعيب المفروض الطبيعي لما بيكون لعيب في الفريق الاول وبينزل للفريق التاني بيدي قدوة لهذا الفريق يعني انت خلاص بقيت قدوة هل دي قدوة هل حضرتك دلوقتي قدوة للاعيب اللي لسه اللاعب عندها عشرين سنة طب لعيب اللي عندها عشرين سنة لما تلاقي لعيب او نجم ما بينكم سن نجم لفريق الاول ونجم منتخب الالومبي بيقول هذه الالفاظ وبيدعوهم ان هم يشتركوا معاه في هذه الالفاظ هيتعلموا منك ايه هيتعلموا منك ايه اكيد هيتعلموا منك اللي انت بتقوله وبالتالي انت لا تمثل خالص 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 المثل الاعلى للعب الكرة دي تحطها تمحيها لعيب كويس لعيب بروميسين كل دوت نروح ونيجي فيه لكن على مستوى الاخلاق لازم تكون الاخلاق قبل يعني دايما بنقول الرياض هي اخلاق فموقف امام عشور موقف وخلي بالكم ده مش اول موقف ده امام عشور تفتكروا في دبي في الامارات يعني التعديه على الكابتن وكابتن مصر وكابتنه كابتن وليد سليمان طب انت يعني يعني ما فيش وقفة مع حضرتك يعني حضرتك فاكر نفسك مين الموضوع زاد عن اطار الرياضة الموضوع زاد عن اطار اه يعني الاخلاقيات خلينا نتكلم بكل امانة هذا اللاعب يجب انا لو في اتحاد الكرة هذا اللاعب يتوقف ويتوقف فورا عدم اشتراكه مع المنتخبات بشكل كبير جدا يا جماعة بنتكلم وخلي بالك انت بتيجي تعمل قبل مبارات الاهل والزمالك يعني بتعمل كده من خلال قبل مبارات الاهل والزمالك بأيام طب يعني انت بتطير الجماهير ودايما بنقول الجماهير هي سبب التعصب لا الجماهير مش سبب التعصب اللاعبة نفسها هي سبب التعصب انا بتحفظ على كلمة كابتن هاني قلتها انا بتحفظ على كلمة قلتها كلمة لاعب انا اعتقد بن قسين لاعب فيها يعني لأ بعيد كل البعد عن اللعبة بعيد كل البعد عن كلمة لاعب والحقيقة المصدوم من اللي شفته في التوقيت ده إن يخرج تصرف بهذا الشكل المخزي والمخجل من لاعب المفروض يكون قدوة للشباب الصغير إحنا قدام كارثة بمعنى الكلم لأن اللي نعرفه في الرياضة واللي احنا تعلمناه وتربنا عليه وفي مباراة النشيئين يعني أي فرصة لاكتشاف المواهب وإنه اللعب الصغير يتعلم من النجم الكبير لكن النهاردة اللي بيحصل وبعد مباراة شباب الأهل والزمالك وفي اعتقادي إن اللي حصل ده فعلاً بيصل لحد الكارثة من هنا فعلاً بنطالب اتحاد الكورة اللي المفروض بيرعى الروح الرياضية قبل ما يكون يعني بينظم المسابقات أنه تصرف بسرعة وبسرعة عاجلة وبشكل رادع علشان يكون عابرة الحقيقة هذا الشخص يعني لكل اللي بيعني مش عارفة أقول إيه يعني أنت بتمثل المفروض بتمثل النهاردة اللعبة وبتمثل بطولة المصرية ومنتخب النصر الأول وإحنا مش فهمة فيه اتحاد الكورة النهاردة أصبح في اختبار قوي من وجهة نظري إما الانتصار للأخلاق أو نقول على الرياضة يعني مع السلامة لما المفروض لاعب أنا مش بتكلم عليه هو مش بوصفه هو كلاعب المفروض لما يكون اللاعب الغريبة أنه هو بيلعب في الفريق الأول للزمالك تخرج منه هذه التصرفات وكل هذه الألفاظ المشينة فإحنا نبقى فعلا قدام مصيبة وكرسة حقيقية لازم يكون فيه عقوبات رادعة علشان تصرفات زي ديات ما تتكررش تاني إحنا منتظرين قرارات سريعة من الجبالية لما بدر من هذا الشخص والحقيقة مش هقول عليه أبدا كلمة لاعب مرة أخرى لأن الكلمة دي بتفرد على صحابها الكتير ومش عايزة أوصفه بصراحة بأي وصف تاني أو أكرر بس النهاردة المفروض يكون فيه قرارات رادعة لأن رياضة أخلاق يا أهل الرياضة ده للأسف شيء مخجل مخجل ومشين للأسف كمان هو في اعتقادي الشخص كمان هو ما بيدينش نفسه بس وكمان بيدين احنا كل الاحترام للنادي الزمالك ومؤسسة نادي الزمالك كيان نادي الزمالك نادي كبير لكن ما يسيء هو بيسيء أولا لنفسه بيسيء لناديه واعتقادي كمان الشخص في الطبيعي جدا لو حصل هذا يازم كمان نادي الزمالك يكون فيه وقفة مع هذا اللاعب بجانب زي ما تكلمت سيام وقفة مع اتحاد المصر قرد القدم خلينا نتكلم كمان هو بيخسر كمان هو بيخسر كتير هو بيخسر أولا موقفه مع المنتخب الأولمبي انت لعيب رايح أولمبياد يعني المفروض أنك تفكر كمان في مستقبلك ما تاخدش الموضوع وانا شفت بصراحة الفيديو في قط اللبس حاجة مغجلة حاجة سيئة جدا لا تسيء للرياضة بأي شيء ما تعلمش كمان الولاد الصغيرين اللي طالعين معاك لسا الولاد عنده 17-18 سنة وانت بتعلمه ازاي يشتم وازاي يسب وازاي وازاي مش هي دي الروح مش ده المسل خلي بالك انت بتضر نفسك بتضر مستقبلك وزي ما قالت سهام على اتحاد القرى ان ياخد قرارات راضعة وان كمان كابتن شوئي غريب كمان اعتقد كابتن شوئي غريب على مستوى المنتخب الولومبي اعتقد هذا المسل من هذا اللعب لا يمت بصلة بتمثيله لمنتخب مصر